اكثر من مائة يوم مرت منذ اتفاق ستوكولم الذي جرت توقيع عليه في السويد عقب لقاءات انتهت في الثالث عشر من ديسمبر الماضي حيث لم يعود الحديث عن اتفاق ستوكولم الا تعبيرا دوليا عن القلق مثل ما جرت الحادة مرحلتان كان من المفترض ان تطبق من الاتفاق تتضمن انسحاب بليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مع نزع الالغام من المناطق التي انسحبت منها الميليشيات الا ان ذلك قوبل بالرفض والتملص من جماعة الكهنوت خطوة اثارت انزعاج كاميرت رئيس فريق المراقبين الامميين الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال على يد الحناصر الحوثية ما دفعه الى تقديم استقالته واستبدلته الامم المتحدة بالجنرال لوليسغارد الذي لم يستطع بدوره تنفيذ موقف اممي حازم تجاه ميليشيات الحوثية فتحول اتفاق ستوكولم من خطوة اولى في مسار السلام كما يقول المبعوث الاممي غريفث الى وجه اخر من اوجه الحرب في اليمن بسبب التهيئة الفاشلة لجولة السلام في السويد والتي اعتبرها مراقبون نصخة مكررة من مشاورات السلام الفاشلة التي قادها المبعوثان السابقان جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ من جهة اخرى لم تتوقف الخروقات بالحديدة منذ اعلان اتفاق ستوكولم مما يجعل الحديدة مرشحة بقوة ان تشهد معركة وحربا هي الاشرس منذ اعلان الاتفاق خصوصا بعد تصعيد الميليشيات ورفضها وقف اطلاق النار مواصلة خروقاتها وزراعتها للألغام وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان وتحويلها الى خنادق ومتارس لعناصرها حيث تشير احصائيات اولية الى ان عدد خروقات الميليشيات تجاوزت الثمانية الاف خرق منذ اعلان الهدنة الانسانية تسببت في مقتل وجرح المئات من المدنيين الابرياء دخل ما يسمى اتفاق ستوكولم خانة الاتفاقات السابقة الفاشلة بشأن اليمن رغم حصولها على دعم دولي كبير تضمن الاتفاق ثلاث اتفاقيات اعلن عنها رسميا شملت اتفاق الحديدة وتبادل الاسرى واتفاق تعز لكن ايا منها لم يطبق وقد انتهت الفترة التي حددت الاتفاقيات في موادها فترة تطبيقها برفض واضح من قبل الميليشيات صعيا منها للاستمرار في استثمار المأساة الانسانية في البلاد الفشل الذريع للامم المتحدة وبدعم وتأييد لمجلس الامن الدولي يضع تساؤلات عدة هل سيكون بمقدوري جريفث ولوليسجارد تنفيذ اي خطوة في اتفاق الحديدة في الوقت الذي يرفض الحوثي فكرة الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة